يقول ابني كان ملتزما سنة كاملة في الصلاة وفعل معصية أبعدته عن القرب من الله ممكن أعرف نعمل إيه ونتعامل معه كيف أولا نذكره بالله وبعدم اليأس من رحمة الله ثانيا ننظر إلى نوع هذه المعصية إن كانت أكل أموال الناس بالباطل على سبيل المثال أو سرقة أو اختلاس يلزمنا أن نرد المظلمة إلى أهلها إن كانت من الكبائر أو المعصي التي يستر فيها على الشخص سترنا فيها على الشخص ثالثا علينا أن نكسر من الدعاء له نكسر من الدعاء له أن يتوب الله عليه وأن يغفر الله له وأن يرده إلى الحق ردا جميلا رابعا علينا أن نحرص على أن يلتقي بصحبة صالحة تعينه على طاعة الله وعلى مرضات الله والله أعلم